السلام عليكم اعزائي طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية للتمريض وتجدد لقاءنا مع طلاب وطالبات الصف الثاني ونلتقي مع ترمينولوجي يونت سيفن الوحدة السابعة وياريت قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة ويلا بينا نبدأ يونت سيفن الكبد 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 هو أكبر عضو غددي هو يعتبر عضو وغدة في نفس الوقت لما يفرزه من هرمونات وعصارات الكبد ولونه بني مائل للحمرة وينقسم إلى أربع فصوص يترى متساويين ولا غير متساويين غير متساويين من حيث الحج والشكل ونلاحظ هنا يا شباب إجابة السؤال الأول في النوع الأول من الأسئلة وكمان إجابة السؤال الأول في النوع الثاني من الأسئلة الكبد يقع في أو على الجانب الأيمن من التجويف البطني ابدمين الكافيتي تجويف البطني بينث تحت الحجاب الحاجز بيقع على الجانب الأيمن من تجويف البطني تحت الحجاب الحاجز وطبعا دي إجابة السؤال الثاني في النوع الأول من الأسئلة الدم يحمل طبعا هنا في إيه زيادة يحمل الدم إلى الكبد في عبر أو من خلال وعائن كبار جدا في عبر أو من خلال ويحمل الدم كبار أو من خلال يسمى السوريان الكبدي هباتيك أرثي السوريان الكبدي هباتيك أرثي والوريد البابي والشريان الكبد يا شباب يحمل الدم الغني بالأكسجين من الشريان الأورتي وطبعا الشريان الأورتي يا شباب هو وعاء ضخم جدا ورئيسي في القلب أما الوريد البابي يحمل الدم الذي يحتوي على الطعام المهضوم من الأمعاء الدقيق هذه الأوعية الدموية تنقسم إلى أجزاء أصغر في الكبد تنقسم في الكبد إلى أجزاء أصغر بشكل متكرر وتنتهي منتهية ب شعيرات صغيرة جدا كل شعير دموية كل شعير دموية كل شعير دموية leads to a lobule تؤدي إلى فص أو فص صغير lobule فصيص أو فص صغير liver tissue is composed of ويتكون النسيق الكبد of thousands of lobules من آلاف الفصوص الصغيرة and each lobule كل فصيص أو كل فص صغير is made up of يتكون من hepatic cells خلايا كبدية the basic the basic الأساس the metabolic cells خلايا تمثيل الغذائي of the liver في الكبد the liver has many functions له وظائف كثيرة some of the functions بعض هذه الوظائف are هي to produce substances انتاج المواد that break down fats التي تكسر الدهون انتاج المواد التي تكسر وتهضم الدهون convert جولوكوز to جلايكوجين وتحويل الجولوكوز إلى جلايكوجين اللي هو السكر الحيواني لكي يتم تخزينه في الكبد produce يوريا انتاج اليوريا the main substance of urine وهو المادة الرئيسية في البود make certain amino acids يكون أحماض أمينية محددة certain يعني محدد والأحماض الأمينية يا شباب the building blocks هي وحدات البناء of proteins للبروتينات يعني البروتينات تتكون من الأحماض الأميني filter harmful substances ينقي ويفلتر المواد الضارة from the blood من الدم such as alcohol مثل الكحول ومن وظيف الكبد أيضا يا شباب storage of vitamins تخزين الفيتامينات and minerals والأملاح المعدنية vitamins الفيتامينات زي vitamin A D K and B12 and maintain يحافظ على a proper level مستوى مناسب of of جلوكوز من الجلوكوز in the blood في الدم the liver الكبد is also responsible for مسؤول عن producing إنتاج كوليسترول الكوليسترول مسؤول عن إنتاج الكوليسترول it produces about 80% وينتج حوالي 80% of the كوليسترول in your body من الكوليسترول في الجسم وهنا يا شباب إجابة السؤال الرابع في النوع الأول من الأسئلة number A وكمان عندنا إجابة السؤال الثاني في النوع الثاني من الأسئلة diseases of the liver أمراض الكبد several diseases states هناك عدة حالات مرضية several يعني عديد diseases أمراض states حالات يمكنها أن تؤثر على الكبد بعض هذه الأمراض هي أول نوع من الأمراض هباتيتس هباتيتس الالتهاب الكبدي تعريفه إيه؟ هو عبارة عن إيه؟ an inflammation of the liver وهو التهاب في الكبد liver cancer liver cancer liver cancer سرطان الكبد and sources sources وهو تليه في الكبد a chronic inflammation بوظائف وفي النهاية يصبح له تأثيرات حتمية if alcohol is taken over long periods of time إذا تم تناول الكحول على فترات طويلة من الزمن فيؤدي ذلك إلى عدم قيام الكبد بوظائف hemochromatosis التنكس الدموي الصباغي can cause liver problems يسبب مشاكل في الكبد وديت إجابة السؤال الثالث في النوع الثاني من الأسئلة 3P medications that negatively a fix the liver ما هي الأدوية التي تؤثر سلبيا على الكبد medications have side effects الأدوية لها أثار جانبية زي ما احنا عارفين that may harm your liver قد تؤذي الكبد some of the medications بعض هذه الأدوية that can damage your liver are بعضها زي مين زي السيرزون وكمان anti-cancer drugs أدوية السرطانات تاكفر زي التاكفر والمتاكس and 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 سيتوكسان and medications وكمان الأدوية use to treat diabetes التي تستخدم لعلاج مرض السكر diabetes مرض السكر سيرزون عقار السيرزون الشباب is a prescription drug وهو عقار يوصف بواسطة الطبيب prescription يعني روشتة drug manufactured يتم تصنيعه بواسطة شركة مين Bristol Myers Squib for the treatment of depression ويستخدم لعلاج الاكتئاب treatment of depression طبعا دي إجابة سؤال الرابع في النوع التاني من الأسئلة number B the possible side effects العثار الجانبية of serzoon العقار السيرزون الذي يستخدم لعلاج الاكتئاب R هي طبعا حرف الر ده مركة مسجلة يعني هذا الاسم معطرف B ومسجل agitation الهيجان الدوخة التخبط عدم الاتزان وعدم الثبات صعوبة في التركيز مشاكل في الذاكرة ارتباك يعني شديد ناصي أي عدم اتزان شديد gastronitritis gastronitritis التهاب المعدة abdominal pain ألم في البطن usually dark urine البول يصبح داكن difficult or frequent urination صعوبة في التبول أو كثرة التبول fainting الإغماء skin rash هاجان الجلد طفح جلدي or hives الصدفية yellowing اصفرار of the skin في الجل or whites أو اصفرار البياض of the eyes بتاع العين فيما نسمي جندعيس الصفرة جندعيس جندعيس or a prolonged loss of weight فقدان الوزن لفترات طويلة or loss of habitat فقدان الشهية if you are a family member لو حضرتك أو أي حد من أفراد الأسرة suffered a serious side effects عانى من آثار جانبية خطيرة or fatal injury إصابة شديدة after taking surgery بعد تناول عقار السنوزون you are the family member يمكنكم أنت أو أي فرد من أفراد الأسرة may be eligible يكون الوضع قانونيا ومصرح لك to file file claim أن ترفع دعوة قضائية file claim file claim against زمن يفاكت شرار ضد المنتجين لهذا العقار you should يجب عليك you should you should contact an attorney يجب أن تتصل بمحامي that specializes متخصص in class action lawsuits في هذه القضايا immediately في الحال to help prevent liver damage لكي نساعد في منع تلف الكبد let your doctor no دع طبيبك يعرف about your liver condition عن حالة الكبد when being treated عندما تعالج for other conditions لحالات أخرى medications الأدوية come in many forms تأتي في أشكال كثيرة and it is best من الأفضل to find out and to ktashif what is in them ما هي المواد الفعالة الموجودة فيها and what it can do to your liver وماذا يمكنها أن تفعل في الكبد وهنا إجابة سؤال الخامس في النوع الثاني من أسئلة 5B ونشوف بعض الكلمات يا شباب ودي مش كل الكلمات new vocabulary glandular glandular abdominal abdominal cavity abdominal cavity hepatic artery hepatic artery small intestine small intestine metabolic cells metabolic cells cirrhosis cirrhosis leches silent hemochromatosis hemochromatosis تنكس صباغي دموي gastronytritis gastronytritis التهاب المعدة والأمعاء attorney attorney loop loop ضعف فام ضعف فام g silent portal vein portal vein lupule lupule hepatitis hepatitis metabolism metabolism diabetes 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 جون دايس جون دايس جون دايس ويلا بينا نشوف الأسئلة التي تم الإجابة عليها من خلال الشرح answer the following questions number one what is the largest glandular origin of the body ما هو أكبر غضو غددي في الجسم number two where does the liver lie أين يقع الكبد number three how is the blood carried to the liver كيف يحمل الدم إلى الكبد number four what is the function of the liver ما هي وظيفة الكبد والنوع الثاني من الأسئلة complete the following أكمل التالي number one the liver is divided into ينقسم الكبد إلى number two the liver is responsible for الكبد مسؤول عن number three hemochromatosis can cause التنكس الصباغ غد ما يمكنه أن يسبب number four depression is treated by يتم علاج الاكتئاب بوسطة عقار أي ترى number five to help prevent liver damage لكي نمنع لكي نساعد number five to help prevent liver damage لكي نساعد في منع تلف الكبد ماذا نفعل وبكده يكون انتهى دارسنا النهاردة ما تنسوش لايك وشير للفيديو وكمان تسبسكرايب في القناة عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة مع خالص تمنياتي بالتوفيق محمد عزب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر